إياك نعبد وإياك نستعي نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغير يقيمون الصلاة مما رزق لهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خدم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمانا بالله وبالله وبالآخي وما هم يؤمنين يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزالهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا شعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا نقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعبدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحفظ لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبد وإياك نستعين أخذنا السراط المستقيمة سراط الذين نعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين أولئك الذين اشتروا الضالة بالهداة ما ربيحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوده ذهب الله بنورهم وتركهم في درمات لا يرصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه درمات ورعا وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصباعي حذر الموت والله محيط بالكافرين أكاد البرق يغطفى بصارهم كلما أضاء لهم مشوفين وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لا ذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنا وأنزل من السماء ما فأخرى به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسرة من مثله وادعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي بغضها الناس والحجارة أعدا للكافرين وبشر الذين بنوا وعبد الصالحات أن لهم جنة تجد من تحتها الأنهار كلما رزقوه منها من ثمرة لزقا قالوا هذا الذي رزقنا بهم قولوت به متشابهة ولهم فيها أزواج متهرة وهم فيها خالد إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا وأهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يرسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أموادان فأحياكم ثم يغيتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواه من سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعلهم في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يرسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على البلائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قالا لما قل لكم إني علم غيب السماوات والأرض علم ما تودون وما كنتم تكتمون وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر أكاد من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزورك الجنة وكلا منها رغلا حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فازلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط المدين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدى فما ينتبع هدايا فلا خوفوا عليهم ولا كم يحزنوا والذين كاثروا وكتبوا بآياتنا أولئك أصعاب نجم فيها خالد يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أمعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معاكم ولا تكونوا أولا كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمرا قليلا وإيايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبذل وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربي وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأني فقتلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسهم عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله أكبر سمع الله لمن حميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبد وإياك الاستعين اغضنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين وإن نجيناكم من آل فرعون ويسرونكم سوء العذاب يدبحون بناكم ويستحيون نساكم وفي ذلك البلاء من ربكم عظيم وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العين من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإن آتينا موسى الكتاب عن فرقان لعلكم تهددون وإن قال موسى لقابه يا قاب إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العين فتوبوا إلى باريكم فتوبوا إلى باريكم فقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند باريكم اغتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإن قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصعيقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لا لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغام وأنزلنا عليكم المن واستلوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرنة فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا نجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقوا موسى لقومه فقل نضرب معصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعاب واحدين فدولنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقفائها وقفائها وفومها وعدسها وبصليها قالا تستبدلون الذي هو ذنى بالذي هو خير هبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكرة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نخدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا والذين هدوا أن صارى وصى به لمن آمن بالله ولوا بالآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوض عليهم ولا هم يهزنون وإذ أخذنا بيثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وكلوا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتهم من بعد ذلك فلهم لا فضل الله عليكم ورحمته لكمتم من الخاسدين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبب فقلنا لهم كنوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين وإذ قال نوسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين الله أكبر سمع الله لمن حميله الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم السراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالنين قالوا دعوا لنا ربك يضي لنا ما جاء إن البقرة شبه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا درون تثير الأرض على تسئل حق مسلمة لا شيئة فيها قالوا لنا لئت بالحق فذبحوها ما كادوا يفعلون وإن قتلتم نفسهم فادرأتم فيها والله أخرجوا ما كنتم تكتمون فقلنا اطلبوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويديكم آياته نعلكم تعقلون ثم قزت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وهما أشد قصوى وإن من الحجارة لما تفتر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنون أنه قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما قدوهم يعلمون وإذا لقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قنا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعاقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرنا وما يعدلون ومنهم هميون لا يعلمون الكتاب إلا آماني وإنهم بلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل لاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعهده وهم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وحاطبه خطيته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا مثق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين أحسانا وذين قربا والنتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا وقيموا الصلاة وات الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين ورحمة الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهدن السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفقون دماكم ولا تخرجون أنفسكم من ديالكم ثم أقررتم وأنتم تشحدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديالهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسار وتفادوكم بها محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون بمعد الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خسعون في الآيات الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفنا من بعده بالرسول وآتينا عيسى بن مرد بالبينات وأيدناه بروح قدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كلمة وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن الحميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نبدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضادلين ولما جاءهم كتاب من عيد الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بكس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تغتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجر من بعده ثم اتخذتم العجر من بعده وأنتم غارمون وإذ أخذنا ميساقكم وعفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجر بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عيد الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ورتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو من زحفه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله ومنائكته ورسله وجبرير وجبرير وميكار فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يجفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْبِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِيْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِي رَوْتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَى أَغْهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ولل كافرين عذاب أريم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر سنيع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعهد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ونبطى عدلين ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتمدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم من بعد ما تبير له الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجروا عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحدنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أوله ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خالفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله سميع عليم وقالوا اتخذ الله وردا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض قل له قالتون بليع السماوات والأرض وإذا قطى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نأخذ وإياك نستعين ادنى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ونغضالين ولن تغضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن تبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلمانك ما رك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بأي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فطلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعدك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يناد عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبإسن المصير الله أكبر سمع الله لمن يحمده الله أكبر سمع الله لمن ثم سمع الله لمن ثم سمع الله ل Santa السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر الله أكبر الحد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليل ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن دريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يربعا من التي إبراهيم إلا من سكه نفسه ولقد اصوفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العربين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله صفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أئذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدين قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولك ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كون هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أعلم من من كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سنبدل الصراط المستقيم الصراط الذين أنعج عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سأقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن طبرتهم التي كانوا عليها قل لله المشق والمورب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول لمن ينقرب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليطيع إيمانكم إن الله بالناس لروف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبرة ترقاها فولي وجهك شطا المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافر عما يعملون ورئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعتهم بتابع قبلت بعض ورئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتموا الحق وهم يعدمون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله أكبر الله أكبر إياك إياك لولا يكلمنا الله تأتينا آياء كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد مينا لا يأتي قوم يوقنون الحق من ربك فلا تكون ألا من المنترين ولكل وجهة هو مؤليها فاستمقوا الخيرات أيما تكون ويأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإن هنا الحق من ربك والله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما رسلنا فيكم رسولا منكم يغطل عليكم ما يأتنا ونزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله ما الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخنف والجوع ونقص من اللموان والأنفس والثمرات وبالشيء الصابرين الذين إذا أصابتهم نصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربه ورحمه وأولئك هم مهتدون إن الصفا والمروة من شاعر الله فمن حج الميت أو يعتمر فلا جزاح عليه أن يطور فبهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يدمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيلوا فأولئك أتوا عليهم وأنا التوار الرحيم إن الذين كفروا وما تهوه لغفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قالدين فيها لا يغفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في غلغ السماوات واللوض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجني في البحر بما ينفع الناس وما أنزر الله وما أنزر الله من السماء مما فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل تاب وتصريف الياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لنصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضلين ومن الناس من يتخذ من دول الله أنذى يعبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرى منهم كما تبروا منا كذلك يريهم الله أعمالهم عسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسغي والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ولداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبة ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون الله غفر سمع الله لمن حميد الله غفر اللهم أكبر الله أكبر الله أكبر 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 اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الثين إياك نعبدوا إياك نستعين الدين صراط المستقيم صراط الذين أنمعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضون إنما حرم عليكم الميتة والدمة والأحمد في زيدي وما أهل به لغير الله فمن اغطر غير باغي ولا عاد فلا يسمعني إن الله غفور رحيم إن الذين يتبون ما نسى الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكونون في بطولهم إلا النار ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يمسكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصفرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاقهم بعيدة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذو الخلب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين أو في الرقاب وأقام الصلاة وعات السكاة بالموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابلين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأداهم إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فلقوا عذاب أليم ولا كون في انتصاص حياتهم يا أولا الباقي لعلكم تتقون كتب عليكم إلى حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا المصية الوالدين والنقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن فدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يمثلونه إن الله سميع عليهم فمن خاف من مصين كنف الله إثمه ولا أستع بينهم فلا إثمه عليهم إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيابك ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما ما توتاد فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدكم من أيام أخر وعلى الذين يطيقونهم فذية قاموا سكين فمن تطر خيرا فهو خير الله وأن تصور خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حبيبه الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرطوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان بريضا وعلى سفره فعدة من أيام النخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتؤمنوا العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريبة أجيب دعوة الدعي إذا تعالي فلنستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام ورفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عنكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الفيط الأبيض من الفيط الأسود من الفجر ثم أتنوا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عكفون في المساجد تلك حضور الله فلا تغربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة 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 في الدنيا حسنته وفي الآخرة حسنته وقل عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريعا حسابا وانكروا الله في أيام معجودات فمن تعجل في يومين فلا إثمعني ومن تأخر فلا إثمعني لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله قبر سمع الله لمن حمده الله قبر الله قبر الله قبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم رحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة